في مجال الأخ فرس طاقات المتجددة نعم يعني على شرح الجزائر تأخرت في هذا المجال ما عندناش طاقات ما عندناش كفاءات ما عندناش قدرات هكذا اللي قادرين هما يستثمروا في هذا المجال تحت طاقة وإلا فيه ضغوط دولية مثلا اللي هي تمنع الجزائر على جلبشية تستثمر في مثل هذه المجالات وتكتفي فقط بالبترول والغاز والله يشوف في قضية الطاقات المتجددة أذكركم بمشروع ديزرتك مشروع ديزرتك حاربته دولة أوروبية معينة علما بأن دولة أوروبية أخرى لألمانيا أرادت أن تمول المشروع على أن تكون استفادة ما بين الجزائر وأوروبا وإنتاج طاقة رخيصة تمكن أوروبا من أن توفر حاجتها من الطاقة والجزائر تستفيد من تنوع اقتصادها الناس وقفت وباعت ذمامها لهذه الدولة وحاربوا هذا المشروع مؤخرا في حكومة من الحكومات هذه السابقة برز المشروع من جديد ثم بعد أيام قال لك لا لا وما وش مجدي وما وش كذا الدراسات العلمية تؤكد بأنه مشروع مربح مشكلتنا مع من باعوا ذمامهم لهذه الدولة ولا يريدون لبلدهم أن تتميز في الطاقات المتجددة نحكي لك على التجربة نتاعي والله عرفت إنسانا تجاوز سنه السبعين لديه مشروع للطاقات المتجددة ولإنتاج الهيدروجين الأخضر مشروع يعني هو يدافع عنه منذ نهاية السبعينة إلى يومنا هذا لم يسمحوا له بتطبيق مشروعه أقسم بالله المشروع عندي في البيت يعني الدراسة الاقتصادية الدراسة التقنية أوضعت في وزارة الصناعة في عهد الحكومة السابقة ولم يجد إجابة منهم